احتفاء بمرور ثماني سنوات على انطلاقة مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناحضة للاستيطان خرج الفلسطينيون للتاكيد على استمرارها وتهدف هذه المسيرة لإعادة فتح شارع القرية الذي تم إغلاقه عام 2003 بذريعة الحجج الأمنية الإسرائيلية في كفر قدوم الأب وابنه وبنته في المسيرة وجيل جديد من ثمان سنوات بني على النضال وبني على المجابه وبني على استمرار حالة الاشتباك مع الإسرائيليين وخلال الأعوام الثمانية الماضية دفعت كفر قدوم فاتورة كبيرة من الاعتداءات المتكررة بحق البلدة فقمع المسيرة لم يكن إلا واحدا من أدوات إسرائيلية متعددة هدفت لكسر مسيرة الفلسطينيين لكنها لم تنل من إرادتهم 650 مسيرة منذ اللحظة الأولى لانتراقها في عام 2011 اقتدا بالأول من عام 2011 تخلى لها 90 إصابة بالرصاص الحي منهم 6 أطفال منهم 6 إصابات بالأجزاء العلوية من الجسم حوالي 150 معتقل قضوا أحكام تتراوح من بين 24 و24 شهر ورفع غرامات تصل إلى ربع مليون شيكل هناك شهيد في مطلع عام 2014 قضى بجراء استنشاقي للغاز السام وقرية كفر قدوم واحدة من القرى التي انتهجت المقاومة الشعبية لدحر المخططات الاستيطانية إذ لم يبقى الاحتلال سبيلا لهدوء المنطقة بالتهامه مزيدا من الأراضي لصالح مستوطنة قدمهم المحادية للقرية يعتقد الاحتلال أنه يمكن أن يكسر عزيمة شعبنا الفلسطيني في سياق ما يقوم به من محاولات قمع لهذه المسيرات الشعبية ولكن الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته مستمر بهذه المقاومة الشعبية مستمر بالتمسك بحقوقه ومقاومته حتى حرية واستقلاله ونيل باقي حقوقه في عودة اللاجئين وحق تقل المصير الأقام الدولة الفلسطينية وككل يوم جمعة تنطلق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناحدة للاستيطانة عقب أداء الصلاة بمشاركة شعبية ومؤسساتية حاشدة ودون كلل من أجل شق طريق النصر رغم معورته وصعابه لم يتبدل مشهد المواجهات في كفر قدوم رغم ما تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عنجهية وقمع مستمر بحق أهالي القرية وذلك يؤكد استمرار مسيرة الفلسطيني لانتزاع كافة حقوقه خالد بدير قناة الغد من بلدة كفر قدوم شرق قلقيليا فلسطين اشتركوا في القناة